بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثاني على القناة المسلس عزة بشروح تفسيط قعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الاتدائي وحتى الثاني على الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي اقتدائي عند إعدادي مع مسانا السمان إن شاء الله نهارده الشباب لقناة مع طلبة الصف الأول الثانوي كتاب جمع ١٢٢٣ الوحدة الثالثة الدرس الأول والثاني النهارده إن شاء الله إن شاء الله كلام شخص بتاعتها أو تدبات الدمر تحديدا قاعدة المضارع التام وطبعا جاي معها في نفس الجزء دا من الوحدة الماضي البسيط والاثنين إن شاء الله هتلاقي الشرح التاح ومجد معنا على القناة وأكيد شفته قبل ما تبدمع تبدأ بأن إن شاء الله بيدتها صفحة 135 سبحانه وبركات الله ونبدأ لنوان براكتس الممارسة للقاعدة لانجوش للسيطة دبات الجرامر أو اللانجوش وده بيأكد معك تذكر الفهم التطبيق لأن رايزين التحليم تقييم ثم كرياتين الإبداع وعلى بركة الياب صحيحين إذا ما قلنا نبدأ أول جملة قلنا فيها كان هناك اختناق مروري في الميدا ماشي بكم الفراغ يعني دي مدة زمنية محددة وقبل من السلسل في الإجابات وحلها السلحة شباب نقول إيه إن أنت لا ما شغال على قاعدة شباب لازم يكون في ذهنك مكونات القاعدة باشتغلها إزاي كلمات تدل عليها زور في الزمن بتاعتها بتصيرها إزاي عشان تعرف تشتغل إزاي طب الفرغ اللي عندك هنا هو جاي بعدي مدة زمنية محددة وهي two hours والجملة هنا في بدايتها في has been traffic jam هم عندي has been اللي هي تمثل المضارع التام يبقى أنت كده عايز روابط ما روابط تدل على المضارع التام عندك إيه عندك sense تدل على المضارع التام for لمدة برضو مضارع تام yet برضو مضارع تام وأجودي ماضي بسيطة طيب حلو كده جميل تاخد مين بقى تاخد sense ولا for ولا yet نحن خلاص قولنا بتاع الماضي بسيطة ببرا الموضوع أساسا يت بتيجي في الجملة المنفية أو في السؤال ودي جملة مثبت طيب تعال برا روح ل for and since اللي يفرج بينهم اللي يفرج بينهم ان since تأتي بعدها بداية مدة زمنية يعني لقى وراها اسم يوم اسم شهر اسم سنة تمام لكن for التي يأتي بعدها مدة زمنية محددة فعشان كده هاخد for for two hours لمدة ساعتين الجملة التانية بالفرق the last two weeks خد بناك من الحتة دي لما يقول لك the last كذا ماشي اللي هو كذا الماضي هنا طبعا إيه الاسبوعين الاخرانيين ده كده for. ده كده for. تمام لكن عارف لو ده مش موجودة كنا هنقول كنا هنقول sense. نكمل الكلام بتاعنا. the last two weeks الاسبوعين الفيتين أو اللي مضوا. we have prepared المضالع التاني متحققه ده ما كهو. for our graduation party بقول لك للاسبوعين اللي عده احنا كنا بنجاهز لحفلة التخرج. طب نقولها ب since. since ما ايجيش بعدها مدة زمن محددة. طب نقول at. قد ما لهاش علاقة بحكاية المضالع التاني. فاضل عندي for while. while. بتاعت ايه? الازمنات المستمرة في الماضي بالذات كمان. طيب. هنا هنقول بقى هنقول for the last two weeks يعني للاسبوعين الماضيين. وهم كانوا بيجاهزوا لحفل التخرج. ثلاثة we haven't had an ice cream. بص بقى في حتة ريب. يهمين هنا? haven't had ان هو تدل لك على المضالع التاني. بس لكم منفيا. we haven't had ice cream ويجاب لك ايه? ages. كلمة ages معناها عصور. يعني انا هزاقول لك لفترة طويلة جدا. يعني بقى لهم فترة طويلة ايه? لما تناول. كده ages تعامل على انها مدة زمنية محددة. يبقى تاخد لها ايه? تاخد لها فور. نقرج الشاشة والروح اللي يكون لها رقم اربعة واللي بقول لك فيها انا ادرس اللغة الانجليزية وجاب لفراغ the age of six. اه. كلمة the age of كذا معناها سن كذا بدي انا باعتبرها في اللغة الانجليزية عندي حاجة اسمها بداية مدة زمنية. دي البداية. يقول لك انا بدرس انجليزي منذ سن السادسة. طب هو دوقتي عنده كم سنة? ما اعرفش. يبقى كده هو اداني بداية المدة ولم يحدد المدة. يبقى انا اقوم اخد مين? اقوم اخد سنة. فورما تنفعش انها كانت محتاجة مدة محددة ودي مدة مش محددة. يقول لي مستر ما هابقل لك سنة ست سنين. لا يا باشا ده هو اقول لك منذ سن السادسة. طب هو عنده كام دلوقتي? ما اعرفش. يد اه بتيجي في جملة منفيزة ملناها السؤال. واجوب بتاعت ماضي بسيط. نروح لجملة رابطة. ها سأقول لك فيها محمد ده اكتر طفل زكي. ايه اللي فاضل لك هنا عشان تتكلم وتستخدم المضارع التاب في فكرة تفضيل الصفات. بناخد اللي تفيد النفي ولا ليتلي اللي معناها مؤخرا ولا ابدا ولا بعدها وحتى الان لان هي اللي بتدي معايا صياغة تفضيل الصفات في المضارع التابنة. نقول ايه كزا ماشي. يعني الولد ده هو اسكى طفل انا شفته. نروح في جملة فيها دي وجه فراغ ده يد. الريبورت اللي هو التقرير تهميني يدتا مهمة جدا اوي كلمة يدت عندي. اللي هي معناها بعد او حتى الان. طيب. حلو خلص. ولكن هما هيحاول ان هما يخلصوه او ينتهوا منه حالا او عاجلا كلمة سؤول بمعنى حالا او عاجلا. طيب حلو خلص. طالما في يدتي بنت هنا هو رئيس في طرف اللون اللي ده يكون عندك نفي في المضارع التام. نفي في المضارع التام. نقولها ده مضارع التام صحيح بس مثبتة. مضارع التام منفي. ده ماضي بسيط وكان في شكل من اشكال المستقبل لا يمكنه ان ينهي كذا. طيب انا اخد ايه قلت اخد المضارع التام المنفي علشان مين يا باشا? علشان يدتي لموجودة قدام. سبعة. معناها السنين الاخيرة او الحالية. يعني عايز اقول لك ايه في الكام سنة الليه? الاخرانين دول اللي احنا فيهم. كلمة بمعنى حديث او حالي. طيب. في السنين ده هي مالها بقى العلماء مالهم? العلماء كزا. طرق لعزل الجينات. طيب. ده مستقبل. ده مضارع تام. ده ماضي تام. ده مضارع تام برضو. مع اختلاف الضمير. طيب. هنا هو بقول لك في السنين ايه? الحالية اللي احنا فيها دي. اه يبا انت كده بتتكلم عن ايه? بتتكلم عن اللحظة اللي انت فيها. الوقت انت فيها عن المضارع. تمام? ولكن الفعل اكتمل فيها. فتخل لها المضارع التام. طيب ليه يا مستر? ما اتعمل مهملة زي? فلازم اجيب بعدها هاف. ما خدناش ليه الماضي التام? ازاي يجيب ماضي تام بهات وانت عندك الجملة بتتكلم ايه? بتتكلم عن السنين الحالية. يعني الوقت الحاضر انت فيه. ازاي تجيب ماضي تام? مع كلمة اللي هتشير الى المضارع او الوقت الحاضر. ما ينفعش. تمانية هافيو ده هل انت قمت باجراءة تجربة حلو خالص المضارع التامة متحقق? وهنا في نقط وضيع لم تنسفها. ده معنى النسوات. بقول له هل انت قمت باجراءة تجربة بيكمل هنا هو بكلام. ايه الكلمة اللي قالها? مش لسه. مش عارفين. راح قال له ده انت فعلا ايه? ده انت شاطر جدا. حلو. يبقى ده معناه انه هو انهى التجربة بالفعل. وهو مش يسدب. هو المحقول انت خلصت فعلا التجربة بالفعل. يبقى اقول هاي اتقيت معناها بعدها وحتى الان بديكي في السؤال فعلا. بس عارف مش هتنفع ليه? لان هنا هو بقول له اه ده انت فعلا شاطر. يبقى هاي اتقيت ما تنفعش. ما كانش هرد بالطريقة دي في الاجابة. طيب نادي ها قدامنا وهنا ناخد اجابة بس نشوف بقى الكلمات. اجوري بتاعت الماضي البسيط وسنس بتاعت المضارع التام صحيح. لكنها مش بتيجي في السؤال وانجاد في السؤال انجاد بقى. محتاج ان انت تكمل وهنا الصيارة ليست مكتملة معها. مين بقى اللي هتكملها? تستخدمها بمعنى على بعض الجملة. هاو انت فعلا خلصت التجربة? قمت باجراء التجربة? لا لا والله ده انت مفيش منك. ده انت ايه? عي الشاطر تمام التمام. تستخدم المفاتيح بتاعتي. والجملة خلصت. ما لها اعمل المفاتيح بتاعتك? مش عارفين. اه مش قادر افتح الباب. ده معنا المفاتيح الحمد لله ضاعت. طيب. نقول في المضارع المستمر. طب هو عمال يفقد في المفاتيح. الفعل ما ينفعشكم في السمرارية. يبا هنا هوا دي خطأ. ممكن. ده مضارع تام بس اكتف. طب اكتف هي المفاتيح فاعل. لا المفاتيح مفعول. يبقى كده ما نفعش. يبقى المضارع تام ممكن. لكنها لكن هنا هو اكتف ودي الجملة مش عينفع معاي. طيب. ده ايه? المفاتيح هي الفقدت? لا. ده المفاتيح. تمام? المفاتيح مفعول جيه. المفاتيح فقدت. ضاعت. طيب نروح لهات بين مضارع تمام من المجهول. وهاز بين مضارع تمام من المجهول برضو. والله. ايه الفيصل بينهم? الفيصل بينهم ان الكيز دي تعمل معاملة زي. بقول ها بين مضارع تم مبنى المجهول مع ذي. لان كيز مفاتيح. بدي تساوي في الضمار عندي ذي. حركنا الشاشة شوية. عشان نروح يجوم نرقم عشرة وقول لك فيها. ذي هما. ما لهم هما يسيدي وبعد فيها بقول لك فراغل وده سينما. ماشي. اهما السينما ايه? ذي ارقت هم هما دلوقتي في البيت. بادة معنى هما راحوا السينما ورجعوا. طب تقول ايه؟ هاب بنتو ذهب الى مكان وعدم انه. ولا هاب جون تو. رحمك. طب عندي مضارع تم. الصغاد كلها لقدامك. كل الصغاد الموجودة قدامي في الإختيار ايه? هاب بنتو مضارع تم. هاب جون تو مضارع تم. هاب من ان مضارع تم؟ هذا الاخير هاد بنتو دي ماضي تاني. نرجع تاني. طب هاب بنتو زهب الى مكان وعدم ماشي هاف جون تو زهب الى مكان ولسه موجود في هاف بين ان معناها موجود في المكان موجود في المكان مش راحه مش مجرد زيارة ليه لأ ده موجود طيب بعد كده ايه هاد بنتو وبقول لك ايه بقول لك هما كاز السينما ودلوقتي رجعوا البيت يبقى ده معنا ان هما خلاص رحوا رجعوا طالما رحوا رجعوا يبقى تاخد هاف بين لان في فرح عندي ما بين هاف بين وهاف جون هاف بين يعني راح المكان وريع منه انما هاف جون راح المكان ولسه موجود في هاف بين انت موجود في المكان بالفعل يعني برضو مرجعتش منه لسه موجود في يبقى هناخد هاف بين تو ايه بحسيح هاف جون رأم عشر. حداشر ايه انا كمل اقدم بوك الكتاب اللي انت كنت بتدور عليه. هي لتيز يبقى ده معناه انه هو ليجيله الكتاب. طيب يقول هلو بيه المدارة البسيط بفايند ولا بالمستقبل ولا بالماضي المستقبل ولا بالمضارع التام المضارع التام هاف فاوند والو انا لجيت الكتاب انت كنت بتدور عليه. ليه شباب? لان احنا ما جينا نتكلم عن المضارع التام وانه علي ايه? ان المضارع التام هو زمنه عبنا عن فعله وحادث ماله. بدأ في الماضي ولا هو اثر في الحاضر. هو لجيله الكتاب وهو ماسكو فيلم. فدي عم الكتاب اهو. ادين لايت ولا. نحرك الشاشة شوية عشان نظهر جملة اللي عليها الدور بطريقة افضل. وبيقول لك في اتناشر. حوار ما بين طرفين لو نقول ايه? تحب تشرب حاجة? راح التاني قال له ايه? شكرا يا سيدي. وقال له حاجة تاني. اقول ايه كزا? هدي ايه? ووراها فرض. اه عايز يقول له ان هو شرب عصير لامون او لسه يجب شرب عصير اللامون. يقول له بجست هاد. طبعا ان هو هاد دي تدل على الماضي. طيب. ام جست هابنج فيها استمرارية في في المضارع طيب. هاد جست هاد دي كده اسمها مضارع تام. وهاد جست مش مكتبلة. اي هاف جست هاد. انا يدوب اللي شارب عصير لامون. هاذ هي موجودة عشان الاي. وجست تدل على ان الفعل يدوب اللي حاصل. ودي هات تصريف ثالث من الفعل يتناول اللي هو هاف هاد هاد. الجملة اللي بعدها تد عشر اي ام سو هابي. انا سعيد جدا. ماشي يا سيدي. ها كمل لسه يقول حاجة. اي كازا ام ميدال فور رايتين بويتري. عايز اقول ان هو فاز بميدالية في كتابته في كتابة الشعر. جميل جدا. اي ام تدل على ان انت شغال في المضارع. يبا هاد ون الماضي التام مش هتنفع. ووز وينينج ماضي المستمر برضو مش هتنفع. ون تدل على الماضي البسيط مش هتنفع برضو. فاضل مين? فاضل المضارع التام متحقق في هاف هون. هي جاء بقى وحيدة صحيحة. طبعا احنا قدامك انت هو كاتب قدام الجمل اللي جايبها من اماكن بيكتب اسم المدرسة ولا الادار اللي جايبها منها. يعني مسلا جملة اللي احنا قلنا فيها دلتاشر جايبها من ادارة شرق المحلة تابعة مقافزة الغربي. اربعتاشر بتقول لك مراد مال وقياف فراغ الى القرية بتاعك. لسه مش عارفين. حلوة اوة كلمة دي. معناها لا يزال هناك. يعني لسه جاعت في المكان ده. يبقى ده معناه انه راح المكانه لسه مرحش منه. تعملها بهاب ده ماضي تام مضارع تام معناها ذهب للمكان ولسه فيه. معناها ذهب للمكان ورجع منه ودا مضارع تام برضو. ذا ماضي تام. حقيب انا عندي اتين ماضي تام هاد بن و هاد سMmين. دو لاب Program عام مي. فاضلش غير مين اللي هتدل عمضارع تام. وهاز بين اللي هي ايف برضو مضارع تام. يفرج ما بين هازング وهاز بين ايه? انه بيقول لك ده لسه هناك. طالما انه لسه هناك انبه هو راح المكان ومرجيحش منه. راح القرية بتاعته لسه مرجعش من هناك. في خمساشة بقول انا انتقلت للقاهرة. يعني واحد سبب المكان اللي هو كان عايش فيه راح عايش في القاهرة. ومنذ ذلك الحين اعز اقول لك انه ايه لم يرى اصدقائه. جميل. ادي ووراها بداية المدة الزمنية. يبقى انت كده محتاج هنا مضارع تام. ده بتقول مضارع تام من في. مضارع تام من في. طبعا معناها بالعرض يلم ارى يعني. ده ماضي بسيط وهد ماضي تام. حلو خالص. يبقى سو وهد بعيد عن دينا. دلوقتي يفرج بجمعايا اخد هد تسين ولا هد تفرج مين تفرج الآي? آي يعني انا وده الضمير ده لازم يجي وراء ايه الفعل هاف وبعد كده اصفتها في مضارع تام. الجملة من فيها فخلنا لها هافن بسين. ايجابة صحيفة جميلة عنهم خمس سرش. ستاشر بدأت فراغ. انا بدأت ايه الحرفة بتاعتي او المهنة بتاعتي. كم من. انا التقيت بي. انا شفت انا جبلت. طلاب الكثير من الطلاب ايه الماهلين. حلو خالص. طب الجملة اللي قدامك ده هي جزء من ايها اللي بعد النقاط على طول ماضي بسيط. طب والنحية التانية فيها مضارع تام. حلو. طب ايه كده الرابط اللي ناقصنا هو وين عندما ما يجيش يجي وراها ماضي بسيط اه. لكن ما يكونش الناحية التانية مضارع تام. طيب. احنا خدنا ملحوظة شباب في القاعدة تقول ايه? ازا جاءت في جملة فيها فعلين. الفعل في جملتها هي يعني الحتة دي تكون ماضي بسيط والنحية التانية يكون مضارع تام. ايبا كده من طبقة على الجملة اللي قدامنا. تعالنا نشوف افتر. افتر ما يجيش وراها ماضي بسيط. افتر ايه وراها ماضي تام والنحية التانية يكون في ماضي بسيط. ايبا مش تنفع. اه ممكن يجي وراها ماضي بسيط لكن ما ينفعش معها النحية التانية مضارع تانية. ايبا كده من الوحيدة الصحيحة? وانا شرحت لك هي لصاحب. نتحرك مع الشاشة ونروح ليه في الصفحة اللي هراها علشان نكمل التدريب وهنلاقي جملة سبعتاشر هي بدأت الصفحة فيقول لك فيها. شي هازها دس مضارع تاني. شي هازها هي معها العربية دي او هي تمتلك هذه العربية منذ ايه? كزا عاز قول لك منذ ان بدأت تتعلم كيف تقود? ازاي تسوق يعني? حلو خالص? ادعينك على الجملة اللي فيها هي الفاضية. الناحية التانية جملة مكتملة. طيب جميل جدا. روح الناحية التانية جملة دي زمان هي? مضارع تاني. ايبا كده سنس فاضل ان انت جميل فيها جملتها ايه? ماضي بسيط. والملحوظة دي اللي احنا لسا يلينها في الجملة اللي عادت. سنس جاد في جملة فيها فعلين. الفاعلة في جملتها هي يكون ماضي بسيط وده ناخدنا لها ده او. والناحية التانية يكون فيها ايه? يكون فيها مضارع تاني. على الفكرة او مضارع تاني مستمر برضو. لكن احنا هنا على المضارع تاني فخليها ايه قدامها? مضارع ايه? طمانطعشر. ده افضل كتاب. زي بيستد اسمها تفضيل صفات ها? فاضل ايه معك باجا فيه تفضيل الصفة اي كزا? فاضل تجيب مضارع تاني. اللي هو بهاف مع افر مع تصريف تالي. اهي. عشان بقول لك ايه ده افضل الكتاب انا قرأته طوال حياتي. ما ينفعش استيل هاف ريت. ما يجيش استيل هنا استيل مجيش مع مضارع تان. هاف ريت ده ماضي تان. هاف نيفر دي تفيد النفل لأنا عايزي يعزي الاسبات بهاف ايبر وراها تصريف تالت ايه جاور اسمحي بكم رقم 18. تسأل بليه? انا زرت عمي او كاري. المهم عندي ده مضارع تاني موجود. لأ طب نجس ايه كده. اقول تري تايمز اجوه. طب اجوه دي تدل على الماضي البسيط مش هتنفع. تلات مرات الاسبوع الماضي تدل على الماضي مش هتنفع. انا عايز حاجة لها لقابل مضارع تاني. طيب اروح رايح اللي بعدها. تلات مرات هذا الاسبوع اه دي تنفع تكون مضارع تاني. بس تصبر شوية اشوفوا الاخيرة. جسر دي بالامس دي تدل على الماضي البسيط. يبقى مين الوحيدة اللي تدل على المضارع تاني لاني اجوه ماضي بسيط. وعندك ماضي بسيط. ماضي بسيط. يبقى الاخيرة هي هي الوحيدة الصحيحة. اللي يقول لك ثلاث مرات هذا الاسبوع. عشرين عارة عبارة حوار يا حوار ما بين طرفين. هادي انت شفت الفيلم ده? هادي هنا هون مضارع تاني متحقق. راح اتعني قال له كزا اتي يستردي. اه انا شفتم بارح. ده اللي يفرج معي دي دي كلمة دلة على الماضي البسيط. اروح اقول لها سو. لاني سو تدل على الماضي بمعنى رأى. شاهد اشاه في الفيلم ده مباري. تمام? طيب ما انفعش اقول سيط اللي هي في المصدر عشان كلمة دي. ما انفعش اقول لها في سيط اللي هي مضارع تام عشان دي. ما انفعش اقول وضو المصدر برضو عشان ايه? عشان دي. لان وضي دي مكملة في الحالة التانية. وفين هي في الحالة التانية مش موجودة. سو ماضي جاء في الفراغ. لما اقول كذا بدي اسمها مدة زمنية محددة تاخد معاها فور. تاخد معاها فور. ما تنفعش سينس انا سينس يجي وراها بدات مدة زمنية هنا بديك مدة محددة. وان ما بيجيش وراها برضو مدة زمنية محددة زا كده. وان بتيجي مع الايام. الجملة ان انا شو يقول فيها ماما مالها يا سيدو جايف فراغ. معناها المتحلات. كأنها بيقول لك راح تستسوق يعني. تعال شوف هي اشتريت لنا ايه? يبا ده معناه ان ماما ورحة السجور جات. صح كده? طب نقول لها ده كده فيها استمرارية في المضارع ودي فيها غلطتين. كالغلطتين? لو تعاملنا مع بيربي توبي يعني ان هو الفعل الاصلي في الجملة ما ينفعش يكون في استمرارية. دي الغلطة الاولان ايه? الغلطة التانية ان الجملة هنا هو مضارع مستمر. انا مش عايز مضارع مستمر انا عايز مضارع تام. طيب مضارع مستمر وانا قلت عايز مضارع تام. هازجون مضارع تام وهازبن مضارع تام. مين فيهم اللي تنفع? هي الام راحت ورجعت ولا لسه هناك? راحت ورجعت. بيدالين يقول له ايه? تعال نشوف اشتريت لين ايه? يبا اخد هازبن واديتو موجودة هنا هي. عشان تبا هازبنتو بمعنى ان هي راحت ورجعت. نحرك الشاشة تبقى جملة رقم 23 هي عنوانة. ويبي يقول لك فيها. يوركار عربي تكملها يا سيدي. وهلغ ايه خلص الجملة? اتس ready to use now. اه دي جاهزة. انك انت تستخدمها دلوقتي يبا العربية تمت الصيانة بتاعتها. يعني هنا انت محتاج ان الجملة تقول فيها بناء المجهول لان العربية مفعول بي. عايز اقول له ان العربية تصلحت. طيب عايز اقول له له في زمن ايه? يقول له له في زمن المضارع التام. ليه يا مستر مضارع? علشان كلمة نام. وادي كلمة كله ده يدل على المضارع. طيب معناها ان العربية هي اللي صلحت ده مضارع تام صحيح لكنه اكتب. لا العربية مفعول. العربية تصلحت. يبا ما ينفعش المضارع تام اكتب. انا عايز اه مضارع تام باسب. ما من المجهول يعني. طيب ده مضي مستمع. برضو اقو فيها بناء المجهول طيب. هازن تبين ريبيرد ديت لم يتم صيانتها بعد ما تصلحتش يعني. لا ده بقوله جاهزة لاستخدام. يبا هنا الاختيار في مضارع تام مبني للمجهول ومنفي حسب ما الجملة اللي قدامك كان هو متناقضة معها مش هينفع. طيب. هاز اه العربية اتصلحت بالفعل. يبا هي دي اللي ناخدها اجابة ليه? لان انا العربية هنا مفعول بي. يبا العربية تصلحت عملت لها صيان. يبا انت محتاج ايه? مضارع تام مبني للمجهول ومحتاجه مثبت. مش مانفي زي ما هو موجود في الاختيار سي. اربعة وعشرين. يبا احنا كلاه كتير. جميل جدا. طيب تعال بقى ايه? ليه? النهاردة. بطوي كزا مطش. سوفار تدل على المضارع التام. عايز اقول سوفار معناها حتى الان. ايه بقى ايه? عايز اتكلم عن النهاردة عشان كلمت دي. يبا النهاردة احنا مكلناش. يبا انت عايز المضارع التام المانفي. بهاف ايتن ده مضارع تام موثبت. هاب انت ايتن مضارع تام منفي ولا هادو اجابة. ده انتقيت ده ماضي بسيط. ده مش مكلم عن ماضي بسيط. سوفار مالهاش داعو بالماضي بسيط. هاد انتقيت ان ده ماضي تام وده برضو بعيد عن سوفار. خمسة وعشرين بقول لك فيها ده سيلينج. ده سيلينج معناها السقف يا شو. يبا انتوا بسيط كده بيعنيك كده الفوق ده اللي فوق دماغك ده اسمه سقف. ده سيلينج وز وايت اسمه ماضي تام. هاز بن بينتد مضارع تام صحيح بس سيمه من المجهول. لان ان هو بتاع طبعا هاز بن بينتد زي بقولنا مضارع تام صحيحة لكن ببن المجهول طب سموان دي فاعل او المفعول ده فاعل ده هو اللي دهة. يبا كده ما ينفعش. هاز بينتد مضارع تام اكتف. وعن ده سيمه ماضي تام مستمر. انا هاخد هاز بينتد لاني سموان فاعل. يقول لك شخص ما قام بطلاء وبدهان ساكف كان لونه ابيض وقت باقي لونه اسفل ده معنى ان حد دهم من جديد في قدرع التام طبعا. نروح لجملة جديدة 26 ونخليها لزهرة قدامنا عشان الاختيارات فيها طويلة خالص. وبيقول لك فيها هي كانت في مارينة معناها طوال فترة الصيف او اجازة الصيف كلها. هي بعايز جملة من الاختيارات يكون معناها ده ان هي جدت الاجازة بتاعة الصيف كلها في مارينة. طب نقولها هي بتقضي كل صيف في مارينة لو ما جلش كده هو بتكلم عن اجازة الصيف الاخرانية طيب. هي ستقضي ودي كده مطارعة بسيطة. ان هي نعم بتقضي الاجازة في مارينة لا ده هو بيقول لك راحت فعلا طيب. راحت كمان وخلص الاجازة خلاص. هي جدت جزء من الصيف في مارينة لا. الاخيرة هي سبنت اول ده سامر للمارينة. اه هي جدت كل اجازة الصيف في مارينة. لان كلمة معناها طوال فترة الصيف. يبقى هنا هو في الجملة الاولانية مش هتنفع. ان هو خلي بالك المشكلة عندنا هو في المدارع البسيط. مش هينفع. وبعد كده اهو انا في الاخيرة كلمة هي اللي مش هتنفع. يبقى كده هتلاقش. هي الايجابة بتاعت. نحرك الشاشة وروح لجملة اللي بعدها قلنا عشان الاختيارات طويلة بنتهى لجملة جملة. اه. يبقى ابو كان موجود في انجلترا لمدة سنتين. يعني ده معنى انه خلاص رجع. مش بقولك قعد في انجلترا سنتين. يبقى ده معنى انه رجع. ده معنى انه رجع. اه. اه. سوف يعود. لا. ده كده مستقبل. لا مش بالوقت لا. ده هو رجع فعلا. وانتو جوادين مش يروح هناك مستقبل مانفي لا. انت كده اه. رجع من انجلترا سنتين. هاز بنتو معناها راح المكان وارجع منه. اتحرك مع جملة اللي بعدها. جملة ثمانية وعشرين. نظهرها اكتر بقولك فيها. هاز اشرف وده سؤال كده هاز اشرف فنشد هز وورك. هل اشرف امتهى من العمل بتاعه? نكمل. هي السكوك اه ده سريع جدا. ده معنى ان اشرف خلص بالفعل. قل لكم اشرف خلص شغله? اه والله ده اشرف ده ده سريع جدا. اما ده معنى ايه? ان الفعل واقع. وتمام تمام. طيب. هنا بقى ايه. اشرف فنشد هز وورك كويكر دان ايكسبكتد. اني اشرف انها عمله اسرع مما كنت اتوقع. اه. اللي بدلني هو بيستعجب. المعقول هو اشرف خلص الشغل بتاعه فعلا? ده كده هو سريع. يبقى الجملة ايه? بتديني نفس معنى الجملة الاصلية. تعالي نشوف بيه. اشرف خلص بعد ما في وقت مدخر عنه جدت لقاه. لا بالعكس. اشرف لم ينتهي. لا يعمل حاجة برضو ما تنفعش. اشرف خلص الواجب بتاعه او العمل بتاعه عندما توقعت او في وقت انت توقعت ان هو يعمله ده. لا بالعكس. ده هو اشرف خلص في وقت اسرع مما انت كنت تتوقع. يبقى الاختيار ايه? هو الوحيد اللي عبر عن المعنى بتاعنا ان العمل اللي قد ده اشرف كان اسرع مما كنت انا توقع ان هو يديه في الوقت ده. تسعة عشرين. انا لما التقي بزوجة المستقبل بعد. طيب. يبقى ده معناه ان الشخص اللي قدامنا. لسه ما نجيش الست اللي ممكن نتجاوزها. طيب this means that. I don't expect to marry now. انا نتوقع نتزوج الان. اه مش يحصل ده? لا. I expect that I won't marry in the future. توقع ان انا مش هتجاوز? برضو لا. تمام? ان في في جميع الحالات مش هينفع ان هو اه لا دي يا ولا دي. لا سواء في المدارة البسيط ينفع ولا في المستقبل ينفع. طيب. I expect that I will marry in the future. والله هنتوقع اني في المستقبل ربنا يصن ان شاء الله. وتجاوز. لانه لحد الان ما ملقش الست اللي تجاوز. اهه. تنفع. ممكن سي. تنفع. اصبر بقى شوف دي. I don't like to marry. انا مش عايز اتجاوز. لا. يبقى كده هو مين فيهم اللي ديني نفس معنا جملة نشغل عليها باختيار سي. انا هتوقع ان انا سوف اتزوج في المستقبل. لانه لحد لو قد زي ما قلنا لسه ما يبدش الست اللي ممكن ان تجاوزها. تلاتين بتقول. حوار ما بين انه. هوا انت سبق ليك وروحة الاحرامات زوتها? راح قال له yes. I visited them on holiday ايوة انا زرتهم في الاجازة. يبقى ده معناه انه هو راح فعلا شاف الاهرامات في الاجازة اللي خلصت. طيب تعال نتشوف الدليل على ده. او الجملة اللي تدي نفس المعنى. ده holiday is still gone gone. الاجازة لسه شغالة. لو الاجازة لسه شغالة ما كانش يجال لك visit visit معناها زار. زار يعني راح ورجع. خلاص. ده ماضي بسيط. I have gone on holiday. انا رحت في اجازة ولسه هناك. لا. انت خلاص زار وخلص. يبقى مش تنفع. ده. ده holiday is over. اه الاجازة خلص ايه? صح كده. بللو نقول لك انه وزارها في الاجازة. بدأ معنا ان الاجازة خلص سهور جعل. از holiday is fantastic الاجازة رائعة. هو مش بتكلم عن انكات رائعة ولا انكات مملة. هو بيقول لك ان انا خلاص روح تزولتها بالفعل. بمهن هو هتلاقي ان الماضي الجملة اللي قدامك الماضي اللي هنا هو visited هو اللي خلاني قلت ان الاجازة ايه? is over. ده holiday is over. الاجازة انتهت. كده شبه يكون انتهتها ده بالجرامر اللي كان جاي على الدرس الاول والتاني من الوحدة تلاتة. لكن ان شاء الله تتبعنا بعد. لم تنتهي بعد. ان شاء الله انتزلنا في المزيد. مع معلومة الخبير اللوغينج زيامس روسي عزت. السلام ورحمة الله وبركاته.